نروح لمطش النهائي مطش النهائي أنا طبعاً أنا متأكد هو يمكن ما فيش كلام رسمي عن البلكاندة بس أنا متأكد إذا كانت المباراة النهائية هتتلعب بين الأهلي والرجاء فبالتأكيد بالتأكيد المباراة هتقام بدون أي حضور جماهيري ولكن إذا ما كان طرفي اللقاء الأهلي والزمالك فأنا بتوقع أنا شخصيهم بتوقع وكلام دي على مسؤولية الشخصية هذا الكلام يعني مش عن مصدر رسمي بس أنا فيه توقع أن المباراة دي هيسمح فيها بحضور جمهور بالنسبة لوزارة الشاباب الرياضة دكتور أشرف صبحي وزيري الشاباب الرياضة قال لك حضور جمهور من عدمه في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ملناش علاقة به مش من اختصاص وزارة الرياضة القرار في الموضوع ده في الشأن ده تحديداً هيكون الاتحاد الأفريقي لأنه هو صاحب السلطة في البطولة وهو اللي بيشرف على تنظيمها من البداية خصوصاً طبعاً حضراتكم عارفين أنه يعني فيه ظروف معينة تم استكمال البطولة فيها وكان عليها كلام كتير جداً فيما يتعلق بأنها تقام في أدوارها النهائية بطولة مجمعة لا زهاب وعودة إلا أنه تم الاستقرار أنها تكون زهاب وعودة حتى بلوغ المباراة النهائية وتم عمل مباراة من جولة واحدة يعني وزيري هذا كمان الحقيقة يمكن حتى ده كلام تنشر في بعض الصحف في تصريحاته قال أنه مصر جاهز لاستقبال النهائي أي أن كان الطرفين اللي هيوصلوا للمباراة النهائية لكن مسألة الحضور الجماهيري ده قرار طبعاً زي ما قلت لحضراتكم تابع للكاف وإن كنت أتوقع كمان يعني أنا قلت طبعاً أنه شرف كبير للرياضة المصرية وللكرة المصرية وهي مناسبة مهمة أنت بتستضيف المباراة يعني حتى ولم يكن طرفي اللقاء مصريين أعتقد أنه يهم مصر جداً أنها تقدم المباراة دي بشكل راعي وتستغل الحدث لجذب وسائل العلامة المختلفة اللي بالتأكيد هتكون عايزة تغطي حدث منه ده فبالك بقى أنه أنت بتستضيف المباراة على أرضك وإن شاء الله إن شاء الله يكون الفريقين اللي وصلين للنهائي فريقين مصريين يعني البطولة فايز بيها نادي مصري نتمنى طبعاً النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله هيكون نادي الأهلي وبالتالي أحدث مهم جداً عشان تكمل صورته من الممكن أنه كمان الدولة يكون لديها إرادة أنه يكون في جمهور حاضر للمواجهة دي وده اللي نتمنى أعتقد تفرق بشكل كبير ما أعتقدش طبعاً هيبقى بالشكل التقليدي ومدرجات تبقى مليانة على آخرها ولكن ممكن يكون حضور يعني بسيط بشكل نسبي يدي شكل للمباراة أفضل بكتير جداً من المدرجات الخالية خليني برضو أتمنى التوفيق النهاردة إن شاء الله بيرامدز هيلاعب نهضة بركان في نهائي بطولة الكونفيدرالية كل التوفيق لنادي بيرامدز نتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه يرجع من المغرب حامل لكاس البطولة خليني نروح لفاصل ونتواصل مع حضراتكم في السادسة معنا شوية جوال من مطشط أوروبا أكتر من رائع قبل بقى ما ندخل في ملفات مباراة الأهلي والرجاء أو الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال